اختطاف وسجن فمحاكمة بعضها احتاج الى جلسة واحدة فقط للحكم على المتهم بالاعدام وضع دفع باسر الصحفين المعتقلين في سجون ميليشيا الحوثي لرفض ممارسات المحاكمة غير القانونية التي يتعرض لها ابناؤهن ودعت الاسر في بيان لها نقابة الصحفين اليمنيين والحكومة ومنظمة الامم المتحدة الى تحمل مسؤوليتهم تجاه ممارسات ميليشيا الحوثي بحق ابنائهن والعمل على اطلاق سراحهم من جانبها اعلنت نقابة صحفين اليمنين رفضها التحقيق مع الصحفين المختطفين حيث ادانت في بيانها ما يتعرض له المختطفون رافضتنا التحقيق معهم من قبل نيابة ليست جهة اختصاص ولا تتوفر فيها ادنى مستوية العدالة حد وصفها ويرى مراقبون ان ميليشيا الحوثي تعمد من خلال هذه المحاكمة الصورية الى تحسين سمعتها القاتمة في الداخل والخارج ومحاولة اضفاء نوع من الشرعية على اجراءاتها القمعية ضد المختطفين مستخدمة القضاء لتبرير وغسل جرائم الخطف والاعتقال والاخفاء والتعذيب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة